فجرت صحيفة الأخبار اللبنانية قنبلة من العيار الثقيل زلزلت أركان دولة الإمارات العربية المتحدة وأثرت الصدمة والرعب عند حكام الإمارات فقد نشرت الصحيفة تقريرا إخباريا خطيرا تناول قضية الإعلامية نجوى قاسم والتي توفت في أحد أبراج دبي بعد أيام من حضورها مراسم الاحتفال برأس السنة الميلادية في عام 2020 ونقلت الصحيفة عن طبيب إماراتي تابعا للقضية ولوفاة الإعلامية نجوى قاسم قوله إن حادثة الوفاة كانت غامضة ولم تكن وفاة طبيعية بعكس التقرير الطبي الذي نشرته الإمارات بعد أعلان وفاة الإعلامية وفي التفاصيل قال الطبيب الإماراتي للصحيفة اللبنانية أن الإعلامية قاسم توفت مسمومة ولم تتوفى بنوبة قلبية كما ادعت وزارة الصحة الإماراتية وكشف الطبيب أنه عقب وصول جثمان الإعلامية إلى المشفى المركزي في دبي شهدت على الجثة علامات أن الإعلامية قد تسممت ولكن سرعان ما جاءت وحدة عسكرية تتبع للأمير محمد بن زايد وأبعدوا على طباء عن الجثة ورفضوا فكرة تشريحها من الأساس وطلبوا مدير المشفى بكتابة أن سبب الوفاة هو النوبة القلبية وحصل ما طلبوها وقال الطبيب أنه تأكد بأن ما جرى هي عملية اغتيال قام بها بن زايد أو بتواطئ منها وتعليمات وهذا ما يثبته قدوم القوة العسكرية التابعة له والتي رفضت تشريح الجثة وأضاف الطبيب أنه لم يستطع التحدث عن هذه القضية مع أي لجنة حقوقية أو مؤسسة دولية لأن الجهات الإماراتية الرسمية كانت قد وضعت الحضور تحت الملاحظة ورفضت سفر كل من شهد ما جرى من داخل المشفى وقال الطبيب أنه استطاع الخروج من الإمارات بعد عامين من الحادث واتجه نحو لبنان ليبلغ عائلة الفقيدة بما جرى ليقوموا بفتح تحقيق في هذه القضية ومعرفة الجان الحقيقي وتقديمه للعدالة وضجت مواقع التوصل الاجتماعي بالخبر الذي كشفته الصحيفة اللبنانية وتدولوا نشطاء الخبر عبر المنصات الإعلامية المختلفة وعبروا عن غضبهم من الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والذي يرتكب الجرائم تلك والجرائم من أجل مصالحه الشخصية وغير أبه لكل القوانين والأعراف الدولية الأعلامية نجوى قاسم أعلامية اللبنانية عملت مقدمة برامج سياسية في تلفزيون المستقبل وقناة العربية والعربية الحدث حيث قدمت البرنامج اليومية حدث اليوم ونهاية الأسبوع ولدت في بلدة جون بمحافظة جبل لبنان وانتقلت للعاصمة بيروت مع عائلتها في عمر السنتين حيث ترعرعت فتبع دراستها هناك أكملت دراستها الجامعية في الجامعة اللبنانية وتخرجت عام 1993 ونلت شهادة الماجستير فيها لكنها تحولت للعمل الإعلامي لشغفها بالسياسة ولم تتزوج وفي 2004 نجت من حدث تفجير إرهابي استهدف مكتب قناة العربية في بغداد نهضت من بين الحطام حاملة الميكريفون لتبث على الهواء وقائع الحادث قبل أن تهرع إلى الشرع لإيقاف السيارات لنقل الجرحة للمستشفيات حصلت عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت وسميت على موقع قناة العربية بقطعة الكريستال وسمتها جريدة الرياض السعودية بالمراسلات الحربية اختيرت في 2011 من بين أقواميات سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أرابيان بيزنس وحصلت في العام الموالي على جائزة مؤسسة ميش دياق للإبداع التلفزيوني وقد أعلن مالك الروقي مدير أخبار قناة MBC عن وفاتها في الثاني من كانون الثاني 2020 بسبب سكتة قلبية وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر آخر ما كتبته خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة في دبي قائل يا ربعم خير على الجميع احفظ بلدنا لبنان وأحدثت حالة وفاة الأعلامية نجوى قاسم ضجة كبيرة في الوطن العربي والعالمية فقال رئيس الوزراء سعد الحريري صدمة حقيقية ومحزنة أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وستطعت على شاشته نجمة متألقة قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تبعت التفوق والنجاح خسارة لنا وللأعلام اللبنانية العربية رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية الحدث سفير السعودية في الإمارات ترك الدخيل كتب ودعا للصديقة الغالية الأستاذ نجوى قاسم ودعا سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية ودعا صديقة الجميع رحمة الله عليك إن لله وإن إليه راجعون الوزيرة ميشد يقص عقت بالخبر المؤلم مع مطلع العام الجديد فقالت ماذا حصل أنا عاجز عنيق في دموعي بكيت كثيرا صديقة وفية وأعلامية لامعة أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا كتب رحم الله زميل نجوى قاسم الأعلامية الماهرة والصاحبة الحضور المميز والبصمة الهامة في الأعلام العربية العزاء لعائلتها وأسرتها الأعلامية الكبيرة والزملاء في العربية والحدث وألهمهم الصبر سنفتقدك كثيرا يا نجوى الرحمة لك والعزاء لمحبيك الأعلامي مصطفى الآغة كتب بداية حزينة لعام الفان وعشرين وخبر وفاة الزميل نجوى قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا برحيلها المفاجئ زاهي وهبي كتب خبر مباغت ومحزن في مطلع العام الجديد ودع النجوى قاسم زميلة المهنة والبداية والمتاعب ومشي الحياة لروحها الرحمة والمغفرة والسلام الأعلامي محمد أبو عبيد قال وآخر نجوها أن ترجو للناس عاما ملأه الخير وأن تسأل رب العباد أن يحفظ البلاد ووطنها في عام الجديد كانها قدمت وصيتها كي ترحل وقلبها منشغل ببلدها ترحلين جسدا وروحك باقي فينا كم أذعت من الأخبار وتنهين المسيرة بأنك الخبر الفاجع رحمك الله نجوى قاسم إن على فراقك لمحزنون الأعلامي السعودي مفيد لنواصر كتب رحم الله قطعة لكريستال الأستاذ نجوى قاسم الزميلة في قناة العربية كانت صحفية ومراسلة حربية من طراز رفيع غطت أخبار الحروب بأفغانستان والعراق ولبنان ووجهت أحداث تفجير مكتب العربية ببغداد عام 2004 ولم يمنعها هذا الحادث أن تواصل تغطيتها ثم تركض للشارع لتصعف الجرحة الأعلامية ديانا مقلد في تغريدة على حسابها عبر توتر قالت نجوى رفيقة البداية في التسعينيات سكت قلبها في منزلها في دبي أعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها لعائلتها ومحبيها وكانت متفاينية في عملها حتى اللحظة الأخيرة خبر حزين جدا وصدم الفنانة اللبنانية نجوى كرام قالت الله يرحم الأعلامية نجوى قاسم وتكون روحها في السماء كما أعربت الفنانة إليسا عن حزنها على رحيل نجوى قاسم